يمكن من سوق الحظ طبعاً الحكم فيه كلام كتير يعني أنا ما بحبش الشمعات والحقيقة يعني فكرة التحكيم له ما له عليه ما عليه لكن انبارها الحكم كان متحمل على الأهلي بشكل كبير جد سواء فركلة الجزاء اللي تحسبت لفلومنينزي أو ضربات الجزاء اللي ما تحسبتش لنادي الأهلي واسيبك من اللعبات اللي ممكن تصنع الفارق أو تغير في مجرى أو تأثر في سر الأحداث لكن إجمالاً كان فيه حالة إحساسي يعني ده إحساس شخصي مش عارف تتفقوا معه ولا تختلفوا كان فيه تحامل على الأهلي كان فيه بالنسبة لي خلل في ميزان العدالة والنزاهة عند مارتشنياك حكم المباراة فألعاب كتيرة جداً تدخلات قوية جداً جداً من لعبة البرازيل كانت بتقابل بابتسامة وبتهدئة لعبة النادي الأهلي تدخل منهم شبه بالزبط تدخل مادست في مباراة التحاد جداً اللي خد عليه طرده على طول مباشر رغم أنه لسه نازل والدنيا لسه ما طرد مباشر نفس اللعبة بالزبط كتر خيره أنه طلع فيها ينظر لكن على جميع الأحوال أو في كل الأحوال يعني بإذن الله قدامنا مباراة مهمة نركز فيها وبعد نهاية البطولة يبقى لينا كشف حساب تاني خالص ويحسب للعبة الأهلي أنهم في خلال 72 ساعة قدموا عارضين في منتهى القوة اتأثرنا بدانين بشكل كبير نسكت كتير جداً النهاردة بتعلق على فوارق السن وإزاي ظهر فلومينينزي العجوز وهو فريق عجوز الحقيقة في الشغط التاني بالشكل ده لأنه الأهلي الحقيقة استنزف جزء كبير جداً من وده واحد من يعني أبشوفها من علامات الظلم الحقيقة في تنظيم البطولة يعني دايماً بطل أمريكا الجنوبية ودايماً بطل أوروبا جاي على المرتاح كده جايين في اللاونج فيس كلاس جايين يلعبوا مباراة يوصلوا بيها للنهائي في حين أنه بقيت الفرق أولاد البطولة صودة زينا بيقولوا بيلعبوا مباراة واثنين وثلاثة مباراة في منتهى القوة مع أبطال قاراته وبالتالي بيأثر في على أقل العدالة أو تكافؤ الفرص على كل أحوال إحنا عودنا بنقفل الصفحة على طول وعندنا مباراة مهمة جداً إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية في انتظار الفائز من مطش النهاردة أوراواردز الياباني والمان سيتي بوع بوع كرة القدم في العالم كله الساعة أعتقد هتكون مباراة ساعة 9 النهاردة بتوقيتنا هنتبحها بالتأكيد عشان نعرف تمانية تمانية بتوقيتنا هنا في القاهرة عشان نعرف مين هي وجه الأهلي في مباراة البرونزية يوم الجمعة القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر